عن قدرة الرنين المونتيسي على التنبؤ بحدوث القلطات الشريانية أسعد الله وقاتكم بكل خير مشاهدين ومستمعين الكرام وأهلا وسهلا فيكم معنا في حلقة جديدة من بودكاست ملفات طبيب اليوم راح نفتح مواضيع شيقة بطريقة مبسطة وسلسة في عالم الرعاية الصحية الحديث هذا البودكاست المقدم من السعودي الألماني الصحية هل سألت نفسك مرة كيف يمكن للأطباء أن يلقوا نظرة داخل الآلة النابضة اللي هي قلبك دون الحاجة لأي جرحة وكيف دقة التصوير تساهم في دقة التشخيص وبإذن الله كذلك دقة العلاج تخيل معي عزيزي المستمع وكذلك المشاهد أن الأطباء اليوم قادرين على تصوير تدفق الدم للقلب بصورة عالية الدقة خلينا نكتشف كيف تحدث هذه التقنية المدهشة ثورة في الطريقة أو في الطريقة اللي ننظر بها إلى قلوبنا من خلال صور تفصيلية ورؤى حاسمة لا يمكن للطرق الأخرى مطابقتها مع التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب الدقة والأمان على موعد معكم بإذن الله تعالى تابعونا لنكشف سويا تقنيات التصوير اللي تحدد مستقبل الرعاية القلبية للحديث في هذا الموضوع معنا الدكتور هشام الفقي استشاري الأشعة التشخصية ورئيس قسم الأشعة والطب النووي في مستشفى السعود الألماني في الدمام أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا نورنا يا دكتور بداية دائما نحن معنا في كل حلقة نبدأ بأمر يخص الطبيب نفسه أو ضيفنا نتكلم عن الأمور أو الجوانب الشخصية وكذلك المهنية كيف الدكتور هشام اختار الطب وكيف اختار هذا التخص كيف أنا اختارت مهنة الطب أنا الحقيقة يعني يعني مش عارف أقولك لكن منه أنا صغير حتى في المرحلة الابتدائية وأنا كان عندي شغف شديد بمهنة الطب وكان حسيت أن أنا كل شخص بيبقى حابب أنه شايف نفسه في مستقبل معين أنا كان كل اتجاهي أن أكون طبيب وما كنتش يعني متخيل طول مرحلة الدراسة بتاعتي أن أكون حاجة تانية غير كده طبعا كلما كنت بأكبر كلما كان بيكون بالنسبة لي الموضوع أكتر شوية الإحساسي بقى بأهمية المهنة وقدرتها على مساعدة المرضى اللي بيحتاجه وشغفي بأن أنا يكون لي دور في القصة دي ليه اخترت مجال الأشعة التشخيصية أنا لما دخلت مجال الطب في الأول وكنت بشتغل يعني كطبيب عام كنت بحس دايما أنه أهم شيء في أنك تساعد المرضى وتوصلهم أن هما يكتازوا أي أزمة بيمروا بيها بفضل الله طبعا بيكون التشخيص السليم للمريض ده وكان بالنسبة لي مجال الأشعة التشخيصية هو من المجالات اللي ليها دور كبير جدا وكنت بحس دايما أنها المفتاح الأساسي للتشخيص السليم اللي بيوصل في النهاية زي ما قلت لحضرتك للعلاج السليم وأنك تساعد المريض في تغطي أي أزمة بيمر بيها جميل طيب دكتور خلينا نبدأ في موضوعنا ونسألك يعني أيش الدور أو خنقل تشرحنا بطريقة مبسطة كذا وللمشاهد الكريم أيش آلية عمل الرنين المغناطيسي لتشخيص حالة القلب شوف فحص التصوير الطبي برنين المغناطيسي للقلب هو فحص من الفحصات الحديثة والمتطورة اللي بيطلق عليها فحصات الرنين المغناطيسي الوظيفية وهو ببساطة يعني تقنية بيستخدم فيها مجال كهرومغناطيسي مع موجات ريديوية بالإضافة للحسوب وده الإنتاج صور مفصلة ودقيقة يعني بتساعدنا على تقييم تشريحي دقيق لتركيب القلب بكل ما فيه بقى من حجرات وعدلات وصمامات وأوعية دموية مرتبطة بي وأقشية كمان قدرتنا على أنه نحن ناخد الصور دي في مراحل مختلفة من مراحل الدورات القلبية بيمكننا من الحصول على صور ديناميكية لدراسة حركة القلب تفصيلا يعني بدقة شديدة وأيضا دراسة نسبة التروية فيه وقدرته على القيام بوظيفته وأداء مهمه وده بيكون بصورة مفصلة ودقيقة جدا يعني يعني اللي نفهمه أنه هنقول اختبارات في الرانين المغناطيسي دقتها أعلى من أي اختبار آخر ده يعني لو حابب نتكلم على مميزات الرانين المغناطيسي يعني استقدام الرانين المغناطيسي في تصوير القلب وتشخيص أمراضه هو بيعني بالنسبة لنا الحصول على النتائج والتفاصيل الأدق والإجابات الأكثر تحديدا مقارنة بكل التقنيات الأخرى اللي من ضمنها على سبيل مثال الصدى والفحوصات النووية وغيرها وده مش كلام مرسل أنا بقوله لكن ده نتيجة دراسات وأبحاث تم عملها في الفترات الأخيرة وأثبتت أنه نتائج الدراسات دي كان بتعمل مقارنة بين النتائج بتاعت التقنيات المختلفة اللي بتجرى لتقييم القلب وتشخيص الأمراض المرتبطة به أثبتت كل الدراسات دي أنه التصوير الطبي بالرانين المغناطيسي على القلب هو الفحص زي ما قلت حالك اللي بيدينا نتائج أكثر دقة وإجابات أكثر تحديدا مقارنة بكل التقنيات الأخرى أيضا من مميزات التصوير الطبي بالرانين المغناطيسي على القلب أنه له إمكانيات وتقنيات أصلا لا يمكن عملها بالتقنيات الأخرى ومثال على كده خزعة القلب الافترادية تصوير التدفق عالي الدقة وتحليل تدفق الدم المتطور ويكفي أن أقول لحداك أنه أيضا بعد الدراسات الأجرية أخيرا على المرضى العمل والتصوير الطبي بالرانين المغناطيسي على القلب أثبتت أنه الفحص بيغير تقريبا التشخيص في حوالي تلت الحلقة اللي تم فيها عمل إجراء الفحص جميل وهذا هو مناسب لكل الأعمار دكتور؟ التصوير الطبي بالمجال المغناطيسي على القلب والتصوير الطبي بالرانين المغناطيسي عموما من الفحصات اللي بتجرى في كل الأعمار والأي سن يعني صحيح بيكون هناك بالنسبة لنا بعض التحديات في بعض الأعمار الصغيرة نظرا لعدم قدرة الطفل على التحكم في السبات بتاعه أثناء إجراء الفحص ودي الحاجات المهمة جدا لكن بيتم التغلب على النقطة دي دايما بإعطاء بعض الجرعات البسيطة وده بيكون اللي بتهدي البيشنط وده طبعا بيكون تحت إشراف الأطباء المتخصصين وبيتم إجراء الفحص بنجاح تام وبسهولة يعني لكل الأعمار وفي أي سنة جميل دكتور من ناحية الأمان لو نتكلم عن مقارنة باستخدام الراني المغناطيسي بالإشعاع هو أكبر أمان أكيد يعني لكن هل هو يغنينا؟ التصوير التببي بالراني المغناطيسي في الحقيقة هو من الفحصات الأأمن بتجرى المرضى مقارنة بكل التقنيات الأخرى هو فحص غير تدخلي فحص لا يتم فيه استخدام أي نوع من أنواع الأشعاعات اللي ممكن يكون لها موانع أو أضرار فحص لا يشتخدم فيه نظائر مشاعر زي بعض التقنيات الأخرى عشان كده هو بيكون دائما وأبدا بديل آمن لبعض المرضى اللي بيكون عندهم أي موانع من التقنيات الأخرى زي السيدات الحوامل على سبيل المثال كل اللي بيكون مطلوب مننا هو أن احنا بناخد بس بعض الاحترازات قبل إجراء الفحص يعني زي أن احنا نطمن على حالة الكلاة بتحليل بسيط جداً بيجرأ قبل إجراء الفحص للإتمنان قبل إعطاء سبغات التباين اللي بيتم إعطاها أثناء إجراء الفحص بنتمن على أنه المريض ما فيش أي أجهزة طبية مزروعة فيه قد تتأثر بأي مجال مغناطيسي بالمجال المغناطيسي اللي بيتعرض للمريض أثناء إجراء الفحص وبنتمن على أنه ما عندوش أي نوع من أنواع الحساسية للصبغات التباين اللي بنيديها لكن هو فحص آمن تماماً وما فيش منه أي أضرار يعني المريض لا أعتقد أنه على طول بتدخله بدون أي إجراءات يعني يعني للحفاظ على صحيح لا طبعا دكتور أنا أريد أن أخذ أمثلة بسيطة على الحالات اللي يكون للرنين المغناطيسي الحل أو خلنا نقول لاختبار الأمثل لها زي ما قلت الحضر لك هو قدرة الفحص على تقييم تشريحي دقيق للقلب وكل ما هو مرتبط بي وأيضا قدرته على تقييم وظائف القلب وقدرته على القيام بمهامه بيساعدنا على تشخيص الكثير جداً من الأمراض التي قد تصيب القلب واللي من ضمنها على سبيل المثال يعني للحصر العيوب الخلقية المختلفة اللي قد تصيب القلب أو كل ما هو مرتبط به أمراض الصمامات المختلفة والأضرار النتيجة عنها أمراض اعتلال العضلات أمراض الشرايين المرتبطة بالقلب زي الشريان الأبهر الشريان الرئوي وغيرهم التهابات وأمراض الطمور بعض تشخيص بعض الأورام النادرة اللي ممكن أنها تحدث للقلب أيضا من الجوانب التشخيصية المهمة جداً للفحص أنه قدرته على قياس نسبة التروية في نسبة تروية القلب وتشخيص أي أمراض ناتجة عن نقص تدفق الدم يعني للقلب والأضرار النتيجة عنها ومش بس كده الحقيقة لكن هو يعني ببساطة زي الجلطات القلبية يعني فهو بساعدنا الدور ده بساعدنا على تشخيص الجلطات القلبية والأضرار النتيجة عنها ومش بس كده الحقيقة لكن هو كمان بساعدنا على تقييم مدى الفائدة من استخدام الأسطرة العلاجية في المراحل المختلفة من مراحل الإصابة بالجلطات القلبية والأضرار النتيجة عنها أيضاً الراني المغناطيسي يعتبر هو الفحص الأدق في قياس نسبة القصف عند المريض وهي نسبة الدم اللي بيتم دخها خارج القلب عند كل نبضة من النبضات وده بيساعد على تشخيص أي أمراض لها علاقة بنقص في دور القلب الوظيفة أو كفأته جميل طيب دكتور على المستوى التطور في هذا المجال وين وصلنا؟ يعني ما شاء الله تبارك الله بالنسبة للأشعة يعني شوف في مجال الأشعة التشخصية عموماً وفي مجال التشخيص الطبي بالرنينة على القلب دائماً هناك الجديد والحديث يعني والتطور السريع والمزهل يعني وفي الحقيقة في الفترة الأخيرة حصل كذا يعني إضافة تقنية لفحص التصوير الطبي بالرنينة المغناطيسي على القلب يعني ساعدت على زيادة القدرات التشخيصية فيه وعلى سبيل المثال تقنية يعني قياس تدافق الدم بتقنية الفوردي ودي أضافت كتير للقدرات التشخيصية للفحص أيضاً هناك الكثير من الدراسات والأبحاث اللي بتجرى المساعدة على زيادة القدرات التنبؤية للفحص ودي هتكون حاجة مهمة جداً يعني أنا لسه شايف قريب دراستين كانوا تم نشرهم من جمعية أطباء القلب الأمريكية بيكلموا عن قدرة الرنينة المغناطيسي على التنبؤ بحدوث القلطات الشريانية استباقي عن طريق يعني دراسة الطبقات الدهنية المبطنة لهذه الشريان ونتائجها الحياة مشجعة جداً واللي أنا بشوف إنها هيكون زي ما قلت الحالك لها دور مهم في يعني التنبؤ في دور التصوير الطبي بالرنينة المغناطيسي على القلب التنبؤي ودي حتكون حاجة مهمة يعني هتساعد كتير في إن احنا نتلاشى حدوث أي أضرار ممكن تحدث يعني طبعاً طبعاً دائماً الجديد ده هو يعني من الحاجات اللي بتسعد أي طبيب يعني لأنه هي ببساطة بتساعدوا على يعني تقديم الخدمة الأميز للمرضى ومساعدتهم على تجاوز أي أي أزمة بيمروا فيها بفضل الله تبعاً ودي بتبقى من اللحظات حقيقةً يعني اللي بتسعد أي طبيب وربنا يعافي ويشفي الجميع نبغى تعطينا عن هذه اللحظات أكيد أنت مرت فيها دكتور لحظات السعيدة دكتير لمريض هو كان متوقع ندائج الحمد لله بفضل الله دي كتير عند كل الأطباء أكيد هم بيحسوا بلحظات سعادة كتير جداً لما بيكون هناك حالة كان حصل عليها أي اختلاف حالة التشخيص السريع فيها حيفرق حالة تم تشخيصها بطريقة وبفضل الله تم تغيير التشخيص للأفضل للتشخيص الأسلم يعني وتم علاج المريض وإنه وصل وبغض النظر عن كده أنت أما بتشوف أي مريض الحقيقة بيكون قدامك بيعاني من مشكلة أو من أزمة بتشوفه بعدها وهو يعني وصل لحالة كويسة ده بيسعدك يعني حتى لو ما لكش دور في كده فما بالك بقى لو كان ليك دور في كده دي حاجة يعني من اللحظات الأسعد عند أي طبيب يعني جميل سويل أخير دكتور رصيح أحب كلمة توجهها للمرضى من ناحية القلق والخوف من الإجراء ما فيش أي حاجة دائما وأبدا أي إجراء طبي بيجرى بيكون الهدف منه هو مصلحة المريض ما فيش أي إجراء طبي حيتم عمله من غير ما يكون كل الاحتياطات معمولة وكل الضمانات المطلوبة موجودة وفي الأول وفي الأخير أهم حاجة بالنسبة لأي طبيب هو درجة الأمان وعدم تعرضها لأي يعني عدم حدوث أي خلل بالنسبة يعني لأي مريض فيما يخص أمانه هو بيجري أي فحص ما فيش داعي للخلق للخوف ولا الآلق من إجراء أي نوع من أنواع الفحصات وإذا تم طلبها ورب نيش في الجميع إن شاء الله شكرا لك دكتور شكرا لتواجدك معنا في هذه الحلقة آفوا شكرا لك إذن شكرا لدكتور هشام الفقي استشاري الأشعة التشخصية في مستشفى السعودي الألماني على هذه المعلومات أكيد القيمة التي قدمها لنا خلال هذه الحلقة شكرا لكم متابعي الكرام وحلقة جديدة وملف طبيب جديد ينتظرنا قريبا نرعاكم كأهالينا في أمان الله اشتركوا في القناة